اختتمت فعاليات مشروع هيكلة الحوار بين الشباب والبلديات والذي جاء بالشراكة مع مؤسسة أنا أتجرأ للتنمية المستدامة وحيئة شباب كلنا الأردن تفاصيل أوفا مع أمين سليم تأسيس لجنة شبابية رئيسية للتنمية والتخطيط الاستراتيجي كانت من أبرز نتائج المرحلة الثانية من مشروع هيكلة الحوار بين الشباب والبلديات الذي تدرب المشاركون فيه على مواضيع تتعلق بالحوار بين الشباب والبلديات على مضارع من كامل هذا البرنامج تم تفعيله في ثلاث محافظات الطفيلة والبلقاء وأيضا محافظة عجلون من خلال مأسسة الحوار ما بين الشباب والبلديات وحقق العديد من الفوائد بناء قدرات الشباب وتفعيل الشباب في دور العمل البلدي وأيضا التواصل ما بين الشباب والبلديات المختلفة وصارت فعلا حالة الحوار موجودة بين الشباب والبلديات وهذه هي روح اللامركزية هذه هي ثقافة اللامركزية الآن سننفكر إيش فيه نقدر نعمل إشي مستدام بمأسس هذه الحالة والصراحة نجحنا الحمد لله أنه تم تأسيس أول وحدة شباب تعنا بالعمل الشبابي ضمن هيكل البلدية تدريب وبناء القدرات لموظفي البلدية وللشباب من المجتمع المحلي على الحوار والتعريف بماهية اللامركزية ودورها في التنمية الشاملة المستدامة للمجتمعات خاصة على الصعيد المحلي هي أبرز النشاطات التي كان لها الأثر الأكبر على المشاركين في المشروع صار في مأسسة حوار بيننا وبين البلديات هذه المأسسة أدت إلى وجود ما يدعى بلجان أصدقاء البلدية حيث صار تشارك بين الشباب الأردني والبلديات وقدمنا بعض الحلول للبلدي وصار في عنا مأسسة كاملة للموضوع هيكلة الحوار بين الشباب والبلديات كثير أفادتني بطريقة أنه ربطت ما بيننا إحنا كشباب وما بين البلدية يعني صرنا عم نعرف إيش دور البلدية إيش ممكن تقدم إلنا وإيش إحنا دورنا إلهم في ظل التوجه الوطني نحو اللامركزية لا بد من تكثيف النشاطات التي تستهدف الشباب وتفاعل دورهم كمواطنين في التعرف على الاحتياجات والتحديات على المستوى المحلي والعمل على طرح حلول فاعلة لهذه التحديات أمين سليم رؤيا